السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في حلقة جديدة اخواني المشاهدين سوف نوريكم طريق التفعيل وتكريك برنامج بوكس زت روا اكس تابعونا في الشرح نفكوا الضغط عن الرار الذي يحتوي على البرامج نذهب الى تنصيب البرنامج الان سامسونج تول برو ولا تنسوا اخواني ايقاف الانتفيروس لانه يقوم بايقاف الكراك وازارته يعني كل مرة يجب عليك فتح البرنامج يجب عليك ايقاف الانتفيروس ايضا وهذه مهمة جدا اخواني الكرا الان ناخد برنامج الكي وبرنامج اللوتر نذهب بهم الى program file ثم مستند زت روا اكس ونضعهم هنا اخواني نفتح وبرنامج اللوتر ولا تنسوا ايقاف الانتفيروس كما اخبرتكم في الاول انتظروا بعض الوقت سوف تظهر لنا هذه الواجهة اختر اللغة التي تريد ثم الواجهة وانواع الهواجهة هذه ليست مهمة لكن ربما تحتاجها الان فانش ننتظر العدد التنزلي ثم اكسبتي هنا ايبك والان وهذه واجهة البرنيمز قد فتحها معنا بكثير من انواع الهواتف السامسونج طبعا الان نستطيع تغيير او الهواتف السامسونج الان نستطيع تغير مئة بالمئة الان نستطيع تغير مئة هذه وجهة الفلاش حسنا رائع الآن وهنا قد وصلنا الى نهاية الشرح اخوين الكرام ارجو ان تشتركوا بقناتي شكرا لكم على المتابعة و الى اللقاء في حصة جديدة اخوين شكرا لكم